مكافحة الفساد الآن تجري وفق رؤى سياسية وتصفيات سياسية وإزاحة لهذا الطرف أو ذاك هذا الملف يريد أن نفعله يريد أن نخفيه يريد أن نخفيه وكأن السوداني يستشرف المستقبل فتكلم بهذه الحقيقة قبل أكثر من عام وها هو الآن يجسدها بحرفيتها من خلال تعيناته في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فلم يجد غير المتورطين بقضايا الفساد ليوكل إليهم مهمة قيادة مشروعه الإصلاحي وأول ما بدأ به السوداني أنه اختار من أتباع نور المالك من تولوا مناصب حكومية في أسوأ فترة فساد مالي وإداري شهدها العراق حيدر حنون الذي أقيل عام 2016 بسبب الفساد المالي أصبح رئيسا لهيئة النزاهة كذلك أبو علي البصر قائد خلية الصقور بوزارة الداخلية أصبح رئيس هيئة مكافحة الفساد رغم أن الكاظم أقاله سابقا واتهمه بالعمالة للخارج كما ذكر موقع ميدل إست إي تصدير رجال الدولة العميقة إن صحت التسمية إلى المشهد وإلاءهم مناصب حساسة في الحكومة الجديدة لم يأتي عن عبث فهذه الشصيات التي مردت على الفساد تستطيع الإيقاع بخصوم الإطار التنسيقي بذريعة مكافحة الفساد إذ إن الشركاء في السرقة كل منهم لديه ملفات فساد ضد الآخر ويبرزها في حال اختلافهم ولا أدل على هذا الاختلاف الذي تحول إلى صراع دموي مما شهدته الأشهر الأخيرة بين الصدر والمقربين منه من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى فرأى الإطار التنسيقي أن فترة حكومة السودان هي فرصته الذهبية لتصفية الحسابات مع خصومه وتمكين نفوذه في الدولة بحيث يصبح الوكيل الحصري والرسمي لعمليات الفساد وسرقة المال العام